ممكن المريض ده يدخل في لو ما زبطناش النسبة الطبيعية اللي احنا قلنا عليها فاكرينها واحد لسابعة فبالتاني ممكن يحصل ممكن يحصل ممكن يحصل حساسية وطفح في الجلد ومشاكل من نقل كيس دم ممكن يعملي مشاكل خطيرة جدا ممكن تكون يعني ممكن تكون على الجسم كله حتى الجهاز التنفسي يصاب قلتلي من المريض ما بقاش يقدر ياخد نفسه لسه بتكلم دلوقتي عن جهاز التنفسي وبقول ان ممكن يحصل مشاكل للجهاز التنفسي للرقة وساعتي بقى حالة سيفير حاجة لو ما خدناش الاحتياطات بتاعت استراليزيشن والانفكشن كنترول فالحالة دي ممكن يدخل المريض ده توكسن اسمها اندو توكسن ممكن تعمل له صدمة اسمها اندو توكسيك شوك ثرومبوفل بايتس نفس الكلام انت مخدش احتياطاتك كويس قوي في التعقيم واستخدام كيس ديسبوزابول وحاجات ادوات كلها ديسبوزابول وقد تعمل له التهابات في الوريد بتاعه اللي كان بياخد في الدم ثرومبوفل بايتس انفكشنز زي ما حتشوف بعد شوية انفكشنز بانواحة مختلف بكتريال وفيرل وبروتوزول اشتركوا في القناة